المؤمنون إخوة في رباط لا يفرقه أحد وبقلبا متحد بالإيمان والمحبة إنهم أشبه بجسد واحد يتشابك أعضاؤه برابطة الإيمان والتقوى وتتراص أفكارهم وأحلامهم في سراديب السماء المشرقة بنور الإيمان يتجلى تلاحم المؤمنين في وحدتهم النابعة من إيمانهم بالله ورسوله فهم يتشاركون الفرح والحزن يعانقون بعضهم بعضا برقة ومودة يمدون أيديهم للمساعدة والدعم في كل حين فعندما يتعرض أحدهم للضرر أو الألم يتحد الآخرون حوله كالجبل الصامد مؤمنين بأن الضعف في العزلة والقوة في الاتحاد في قلوب المؤمنين تنبض نبضات الأخوة الحقيقية تتغلغل في أعماقهم وتجعلهم يشعرون بالترابط والانتماء إلى بعضهم البعض وإذا اجتمعوا على أرض واحدة يكونون كالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى هم يسعون دوما للتعاون والتضامن في سبيل الخير والعدالة يشتركون في بناء المجتمعات الرابضة على أسس الإنسانية والأخوة إنهم يجسدون معاني الوفاء والإخلاص في علاقاتهم متحدين لكل الصعاب والتحديات مؤمنين بأن قوتهم في وحدتهم وعمق ترابطهم فالمؤمنون إخوة في الدين والإيمان وفي قلوبهم تتداخل الأمان والآمال متشاركة في رحلة الحياة يسيرون يدا بيد نحو مبتغاهم معتمدين على الله ومستعينين به مؤمنين بأن الإيمان يجمعهم ويمدهم بقوة الوحدة وجبروت الإخاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة